موسيقى الله بن الغوالي رب يسعد أوقاتكم معكم في درس جديد من دروس القضايا الأدبية ألا وهو الخطابة في العصرين الأيوبي والمملكي يعد فن الخطابة في العصرين الأيوبي والمملكي من أهم الفنون الأدبي لماذا عد فن الخطابة من أهم الفنون الأدبية المقصود فن الخطابة هي الخطب التي تلقى إذن كان من أشهر الفنون في العصرين الأيوبي والمملكي ومن أهم الفنون الأدبية لماذا فقد أسهم في الدفاع عن القيام الفاضلة وإقناع الجماهير بأراء وأفكار سياسية كما نرى في الخطب التي تلقى حالياً يستخدم الخطبات خطب الجمعة لإصلاح الأمور بين الناس إذن أسهم في الدفاع عن القيام الفاضلة نلاحظ بأن الخطب مثلاً تدافع عن الدين الإسلامي تحمي عاداتنا، تقاليدنا مثلاً تواعي، تبصر عقولنا وأفكارنا لذلك الخطب كان لها أثر كبير في ازدهار الفنون في العصر الأيوبي والمملكي إذن يعاد فن الخطابة في العصرين الأيوبي والمملكي من أهم الفنون الأدبية لماذا؟ أسهم في الدفاع عن القيام الفاضلة وإقناع الجماهير بآراء وأفكار سياسية أيضاً تستخدم الخطابة لإقناع الناس بأمر من الأمور وكانت تستخدم في العصر الإسلامي أو في عصر صدر الإسلام أو في العصر الأموي والعباسي لإقناع الناس بالأفكار السياسية الخاصة بالحكام والأمرا أسهمت بعض العوامل في تنشيط هذا الفن وازدهاره ووفرت للخطباء مخزوناً كبيراً من المعاني والأفكار إذن بعض العوامل أسهمت في ازدهار هذا الفن ووفرت للخطباء مخزوناً كبيراً من المعاني والأفكار الخطبة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى معاني إلى أفكار حينما أريد إلقاء خطبة أحتاج إلى تجهيز أفكار إلى تجهيز معاني معينة كي أتحدث وتصبح الخطبة قائمة وتكون صحيحة لذلك هناك دوافع أو عوامل وفرت مخزون للخطباء كبير من المعاني والأفكار من هذه العوامل دعونا نذكر العوامل نشاط حركة بناء المساجد والزوايا والربط نشاط حركة بناء المساجد والزوايا والربط كما نرى بأن خطب الجمعة تلقى من المساجد كذلك الخطباء قديماً كان لهم أماكن يتجمعون فيها تسمى الزوايا والربط هذه الزوايا والربط والمساجد شجعت ووفرت للخطباء مخزون كبير لفن الخطبة تقريب السلاطين للخطباء ورفع منزلتهم المكان العالي الذي كان يتحلى بها الخطيب لأن السلاطين كانوا يقربون الخطباء وكانوا يرفعون من منزلتهم هذا شجع على الكتابة في الخطابة مما أدى إلى ازدهارها توافر دواعي الخطابة ومحفزاتها إذن الخطابة تحتاج إلى دوافع، تحتاج إلى محفزات، تحتاج إلى أحداث، إلى مواضيع كيف الخطيب يلقي خطيبة دون موضوع أو دون شيء معين، دون حافز لذلك توافر دواعي الخطابة ومحفزاتها من الدوافع الغزو الصليبي والغزو المغولي والظروف السياسية والعسكرية التي عملت على ازدهار الخطابة ولسيما الخطابة السياسية كما قلنا غزو صليبي، غزو مغولي، ظروف سياسية إذن الخطابة السياسية اشتهرت بشكل أكبر كذلك الدينية إذن كلها إذن أدت إلى ازدهار فن الخطابة في العصرين الأيوبي والمملوكي إذن مرة أخرى ما الذي ساعده أو ما العوامل التي أسهمت في ازدهار فن الخطابة إذن نشاط حركة بناء المساجد والزوايا والربط لأن أماكن إلقاء الخطابة تحتاج إلى أماكن يتواجد فيها الخطبة يتواجد فيها الناس، يكثر فيها الناس لإلقاء الخطبة ولذلك نشاط حركة البناء من بناء المساجد والزوايا والربط شجعت وأسهمت في ازدهار فن الخطابة تقريب الصلاطين للخطباء ورفع منزلة ماذا كان حافزاً مشجعاً للخطباء في إلقاء الخطب وكتابة الخطب كذلك توافر دواعي الخطابة ومحفزاتها تحتاج الخطابة إلى دافع، إلى موضوع، إلى حدث كي يتحدث الخطيب لذلك كالغزو الصليبي من أمثلتها الغزو الصليبي والغزو المغولي والظروف السياسية والعسكرية وهذه عملت على ازدهار الخطابة نوعين الخطابة التي أسمى الغزو الصليبي والغزو المغولي والظروف السياسية على ظهورها وازدهارها وهي الخطب السياسية والخطب ماذا؟ والخطب الدينية ويعد ابن الزكي أشهر خطباء العصرين إذن أشهر خطباء العصرين من هو؟ هو ابن الزكي ننتقل للحديث عن محي الدين ابن الزكي وهو أشهر كتاب الخطابة في العصرين الأيوبي والمملكي إذن محي الدين ابن الزكي هو أبو المعالي محمد القراشي الملقب بمحي الدين المعروف بابن الزكي الدين فقيه خطيب أديب إذن كان فقيه وخطيب وأديب إذن حينما قلنا فقيه إذن له معرفة واسعة في العلوم الشرعية وخطيب كان يلقي الخطب وأديب كان مطلعا على أنواع الأدب بأشكالها حسن الإنشاء حسن الكتابة كانت له منزلة رفيعة عند السلطان صلاح الدين الأيوبي إذن كان له منزلة كبيرة عند صلاح الدين الأيوبي شهد فتح بيت المقدس فكان أول من خطب بالمسجد الأقصى في الجمعة الأولى بعد تحريره إذن شهد أو عايشة فتح بيت المقدس كان أول من خطب بالمسجد الأقصى في الجمعة الأولى بعد تحريره إذن كان أول خطيب يلقي خطبته بعد فتح بيت المقدس وتعد هذه الخطبة نموذجا للخطب الدينية إذن ما نوع الخطبة التي ألقاها أو كتبها محي الدين ابن الزكي التي سنعرضها الآن إذن إحدى الخطب الدينية يقول أيها الناس أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتدالها في أيدي المشركين قريبا من مئة عام وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه فهو موطن أبيكم إبراهيم ومعراج نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في ابتداء الإسلام وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ومدفن الرسل ومهبط الوحي ومنزل به ينزل الأمر والنهي وهو في أرض المحشر وصعيد المنشر وهو في الأرض المقدسة التي ذكر الله في كتابه المبين وهو المسجد الأقصى الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائكة المقربين وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه عيسى الذي كرمه برسالته وشرفه بنبوته ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته فقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون إذن هذا النص لمن؟ لابن الزكي إذن هذا النص كان خطبة ألقاها ابن الزكي وكانت أول خطبة تلقى في المسجد الأقصى بعد افتتاح بيت المقدس لذلك تعد مثالا أو أنموذجا للخطب الدينية عليكم طلابي أن تقرأوا النص فقط قراءة ونعرف بأن هذا النص لابن الزكي وكان ماذا مثالا على الخطب الدينية ننتقل للخصائص الفنية لأسلوب ابن الزكي ماذا لاحظنا من خصائص؟ لاحظنا أنه استخدم محسنات بديعية إذن واستخدم صور بيانية إذن تبرز العاطفة الدينية لاحظتم حديثه عن الدين كله كان عن الدين لذلك تبرز العاطفة الدينية فيها خاصة عند التمثل بالقرآن الكريم واستخدم القرآن الكريم بشكل كبير وعبارات من القرآن الكريم تتأنق في اختيار الألفاظ الواضحة ذات المعاني السهلة إذن هناك تأنق وتميز في اختيار الألفاظ البسيطة السهلة وواضحة المعاني لذلك حينما قرأنا النص لم نجد هناك صعوبة وألفاظ غريبة بل كان النص سهلا توظف الصور البيانية والمحسنات البديعية كالسجع قلنا سابقا عن السجع ماذا قلنا؟ انتهاء العبارتين بالحرف الأخير نفسه إذن استخدم السجع من خلال انهاء العبارات بنفس الحرف دعونا نعود إلى ذلك مثلا هنا مقر الأنبياء هو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء لاحظوا انتهاء العبارتين بالحرف الأخير نفسه هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى سجعا ومدفن الرسل ومهبط الوحي ومنزل به ينزل الأمر والنهي لذلك هنا يسمى سجع وهو انتهاء العبارتين بالحرف الأخير نفسه إذن توظف الصور البيانية والمحسنات البديعية كالسجع والجناس ماذا قلنا عن الجناس؟ استخدام لفضين أو الكلمتين بنفس اللفظ لكن المعنى مختلف حينما نستخدم كلمتين بنفس اللفظ ويكون المعنى مختلف هذا يسمى ماذا يسمى جناسا ما يضفي على الخطبة جرسا موسيقيا مثال السجع ما ورد في العبارات وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء سجع انتهاء العبارتين بالحرف الأخير نفسه ومهبط الوحي ومنزل به ينزل الأمر والنهي لاحظوا ألياء أما الجناس فمثل استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة استخدام ماذا؟ استخدام لفضين أو كلمتين بنفس اللفظ لكن المعنى مختلف لذلك اشتهرت خطبة ابن الزكي بتبرز العاطفة الدينية فيها التحدث عن الدين فيها خاصة عند التمثل بالقرآن تتأنق في اختيار الألفاظ الواضحة عادات المعاني السهلة الألفاظ كانت سهلة يسيرة مبسطة توظف الصور الفنية كما قلنا حينما استخدم السجع والجناس مما يضفي على الخطمة جرسا موسيقيا يعطي إيقاعا وماذا مثلا يطرب له تطرب له الأذن عند سماع النص ومثال السجع كما قلنا وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ومهبط الوحي ومنزل به ينزل الأمر والنهي أما الجناس فمثل استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة ننتقل للأسئلة بين أهمية الخطابة في العصرين الأيوبي والمملكي إذن أسهمت الخطابة في الدفاع عن القيم الفاضلة وإقناع الجماهير بآراء وأفكار سياسية إذن هذه هي من خلال تبرز ماذا أهمية الخطابة في الإسلام علل ازدهار الخطاب السياسية والدينية في العصرين الأيوبي والمملكي ما الذي ساعد على ازدهار الخطاب السياسية والدينية كما قلنا الغزوين الصليبي والمغولي ساعد على ازدهار هذه الخطاب إذن بسبب الغزوين الصليبي والمغولي والظروف السياسية السائدة التي وفرت للخطابة السياسية والدينية دواعيها ومحفزاتها اقرأ النص الأتي من خطبة لابن مونير الإسكندراني توفي سنة 683 ألقاها بعدما ملك التتار الشام إذن هذه الخطبة ألقاها بعد أن ملك التتار الشام استولوا على الشام ثم استخرج منها ما يناسب من الخصائص الفنية للخطبة كما قلنا مثلا ماذا مثلا تبرز فيها العاطف الدينية استخدام المحسنات البديعية الألفاظ والمعاني سهلة إذن هذه الخصائص سنستخرج من ماذا من النص الذي أمامنا الحمد لله الذي يرحم العيون إذا دمعت والقلوب إذا خشعت مباشرة إذن دمعت خشعت هذا مثال على السجع لذلك معسنات بديعية الموجود إذا الأسباب انقطعت إذن برضو استخدام التاء المقصود إذا الأبواب امتنعت فسبحان من وسعت رحمته كل شيء وحق لها إذا وسعت وسعت إلى طاعة السماوات والأرض حين قال اتنا طوعا أو كرها إذن استخدام القرآن الكريم التأثر إذن تمثل بالقرآن الكريم فأطاعت وسماعت أيها الناس خافوا الله تأمنوا في ضمان وعده الوفي ولا تخافوا الخلق وإن كثروا فإن الخوف منهم شرك خفي إذن لاحظتم السجع كترة استخدام السجع كذلك تمثل بالقرآن الكريم حين استخدم الآية إذن تمثل بالقرآن الكريم ائتينا طوعا أو كرها والعاطفة الدينية تبرص فيها بوضوح إذن معانيها كلها ماذا دينية تتعنق في اختيار الفاظ الواضحة حينما قال سبحان الله سبحان من وسعت رحمته يرحم الموجود والمخصود ضمان ضمان وعده إذن هذه كلها آياتها ماذا ألفاظ واضحة سهلة بسيطة توضف المحسنات البديعية كالسجع دمعت خشعت وفي خفي والطباق مثل خافوا تأمنوا خافوا تأمنوا إذن الخوف عكسه الأمان خافوا تأمنوا لذلك نوضف ماذا المحسنات البديعية هيك شباب وصبايا بحكي لكم يعطيكم العافية نلقاكم في درس جديد بإذن الله وفقكم الله شكرا